بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا صدق الله العلي العظيم هذه الأيام تصادف ذكرى غزوة أحد فلنا كلمتان الكلمة الأولى حول الغزوة والكلمة الثانية حول الدروس المستفادة من هذه الغزوة حينما انهزم المشركون في غزوة بادر كان عددهم وعدتهم أكثر كان المشركون حوالي ألف واحد والمسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر وعدة المشركين من الخيل والسلاح كانت أكثر لكن المسلمون انتصروا عليهم لحسن التخطيط ولإطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله فيما خططه لهم وبإيمانهم فأراد المشركون بعد هذه الهزيمة حيث قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون أرادوا أن ينتقموا فجمعوا عددا وعدة وعزما أكيدا للانتقام ثلاثة آلاف والمسلمون خرجوا إلى لقائهم وكانوا ألف واحد فقط طبعا كانوا ألف وثلاثمائة لكن في وسط الطريق بين المدينة وأحد انخزل ثلاثمائة واحد من المنافقين مع عبد الله بن أبي فصفى للمسلمين ألف واحد الرسول صلى الله عليه وآله وعدهم بالناصر ولكن الوعد كان مشروطا مشروطا بالتقوى الله سبحانه وتعالى وعدهم بالناصر لكن وعدا مشروطا بلى إن تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الله وعدهم بأن يرسل خمسة آلاف من الملائكة لينصروهم كما نصروهم في بدر بألف من الملائكة في غزوة أحد وعدهم الله بخمسة آلاف مو بألف لكن بشرط التقوى فوعدهم بشرط التخطيط أيضا تخطيط دقيق جدا هس قطع النظر عن عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وأنه مسدد بالواحي وأن كل خطواته هي صحيحة مئة في المئة قطع النظر عن هذه الجهة إذا واحد يدرس تخطيط الرسول من زاوية عسكرية شوف هذا التخطيط دقيق مئة في المئة أولا معسكر المسلمين صار عند الجبل حتى يكون القتال من جهة واحدة لا يكون من كل الجهات لأنه أنت لمن عددك يكون أقل لازم تأخذ احتياطاتك فخلف المسلمين الجبل جبل أحد هذا الجبل الكبير هناك ثغر هذا الثغر أمر الرسول صلى الله عليه وآله خمسين واحد من الرمات بأن يسدوا هذا الثغر حتى المشركين لا يهجمون من الجهة الثانية جهة جبل وجهة خمسين واحد من الرمات يحرصون الثغر يكون القتال مع المشركين من جهة واحدة حس بقية التخطيطات العسكرية هذا مو الآن احنا في واردة واحد عقيد أو عميد في الجيش المصري سابق إلى كتب حول غزوات الرسول صلى الله عليه وآله كل غزوة في كتاب عسكرياً محلل الغزوة الشاهد أن المعركة بدأت وكلكم تعرفون القضية مفصلاً فانتصر المسلمون في الجولة الأولى وانهزم المشركون ولقد صدقكم الله وعده الله سبحانه وتعالى صدق الوعد أنت مادام متقي الله سبحانه وتعالى ينصرك إذ تحسونهم يعني بدأ المسلمون يقتلونهم تحسونهم يعني تعطلون حسهم لأن القتيل ما إلى حس حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون هؤلاء عندما انهزم المشركون بدأوا بجمع الغنائم وذاك الوقت ما كان نازل آية تبين كيفية تقسيم الغنائم أنه للفارس سهمان وللراجل ساهم والخمس للرسول الله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأنه من قتل قتيلاً فله سلبه إلى سائر تفاصيل كيفية تقسيم الغنيمة فالعادة الجاهلية أنه أي واحد نهب أي شيء يكون إله فبدأوا بجمع الغنائم فالذين هم في الثغر تركوا موقعهم الخمسين واحد بقى منهم اثناعش فقط ورئيسهم بقي صامداً وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا بأن لا نترك موقعنا الرسول أمرهم إحنا انتصرنا إحنا انهزمنا لا تتركوا هذا الموقع لكن ما فاد فجاءوا ليغتنموا الغنائم فانتهز المشركون خلوء الثغر فهجم خالد بن الوليد من الثغر وقتل هو وأصحابه ذول الثنائش الواحد الباقين وهجموا من الخلف وبقية المشركين اللي كانوا منهزمين أيضاً رجعوا فانهزم المسلمون وشردوا صعدوا على الجبل والرسول يدعوكم في أخراكم طبعاً هذا أيضاً من نظمة تخطيط الرسول صلى الله عليه وآله لأنه لو ما كان خلفهم جبل في حال الانهزام كانوا يقتلون فمن رحمة الرسول صلى الله عليه وآله حتى المنهزمهم لا يقتل إذ تصعدون ولا تلون يعني حتى مد وجهك مديرة واحد لمن هو يخايف لا يلوي عنقه اللي يرى خلفه كالريح أو حسب روايات العامة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني يقول فانهزمت حتى كأنني أروى أروى ضأن الجبل هذا سريع جداً الخروف الجبلي هذا سريع جداً في العدو على الجبل يقول فانهزمت حتى كأنني أروى عثمان خوة انهزم إلى ثلاثة أيام هو هذا ينهزم إلى أن وصل إلى البحر فعاقه عن الاستمرار في الهزيمة البحر هذا العام راويها مو فقط إحنا العامة في كتبهم قد رووا هذه الأمور ومو فقط مرة وحدة وانتهت لا في يوم خيبر أيضاً انهزموا يجبن أصحابه ويجبنونه هذا أيضاً في رواياتهم وفي يوم حنين أيضاً انهزموا ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين زين فقتل من المسلمين في هذه الوقعة حوالي سبعين واحد ومنهم حمزة رضوان الله تعالى عليه وحمزة عظيم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات الرسول صلى الله عليه وآله يذكر حمزة وجعفر أنه شهداءنا خير الشهداء حمزة وجعفر حس تفاصيل المعركة تعرفوها بعد سامعيها وشايفيها الشاهد أنه لماذا هؤلاء الذين رأوا المعجزة في بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة شاهدوا صحة تخطيط الرسول شاهدوا أن إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله بصالحهم ويوم بدر كانوا أضعف من يوم أحد يوم أحد المسلمين ولو أنه كانوا ألف والمشركون ثلاثة آلاف لكن المسلمين كانوا أقوى من يوم بادر لماذا في هذه الوقعة خالفوا أمر الرسول حتى إذا فشلتم الفشل في اللغة العربية الفصحة بمعنى ضعف الرأي هذا معنى الفشل ضعف الرأي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر البعض يقولون أطيعوا أمر الرسول هسا لا تلتفتون إلى الغنائم والبعض لا يقولون لا إحنا لازم نلتفت إلى الغنائم لماذا حدث لهم هذا الحدث هسا واحد ما شايف كرامة ما شايف معجزة ما يدري ما مجرب يمكن بس واحد شايف وجرب لماذا إحدى الآيات تبين هذا السبب هذه الآية التي تلوناها في أول الكلام إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هؤلاء قد ارتكبوا ذنوبا أذن بالإنسان حينما يرتكبه زيان تقول في حالة ضاعف في حالة غلبة النفس في حالة وسوسة من الشيطان يمكن الإنسان ضعيف لكن إذا الإنسان أخطأ أو ارتكب خطيئة لازم فورا يصحح لأنه إذا ما صحح هذا الخطأ أو هذه الخطيئة في المفصل الحساس تردي الإنسان والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولا الإنسان لازم لا يرتكب الخطيئة هذه المرحلة الأولى حس المرحلة الثانية ارتكب لأي سبب من الأسباب لازم يصحح فورا التصحيح بالتوبة والتوبة هي الندم والعزم على عدم العود وإذا حقوق الله وحقوق الناس يؤدي تلك الحقوق ويستغفر الله سبحانه وتعالى بلسانه ويقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه مثلا هذه مرحلة إذا فرضا ما تاب لأن بعض الأحيان الإنسان ينسى طبعا عندنا فيه الأحاديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب مؤمنا أو أحب إنسانا ما معنى الحديث يذكر بالذنب ولو بعد عشرين سنة حتى يستغفر من ذلك الذنب حتى إذا مات يكون طاهر مطهر لا يكون في عنق ذلك الذنب لكن الكافر الله سبحانه وتعالى ينسيه من ساعته حتى يعاقب في يوم القيامة بذلك الذنب الإنسان لازم فورا يصحح وإذا ما صحح في المواقع المفصلية ذلك الذنب يرديه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في الروايات هذه الآية بالنسبة إلى الجماعة الخمسين واحد اللي كانوا على الثغر اللي ثمانية وثلاثين واحد منهم هؤلاء تولوا خالفوا أمر الرسول إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا إذا أنتم تروحون سورة آل عمران تشوفوها تشوفون آيات غزوة أحد اللي هي الجزء الثاني يعني القسم الثاني من سورة آل عمران هذه الآيات في وسطها أكو ذكر الربا ودعوة إلى العمل الصالح ودعوة إلى ترك بعض المحرمات لعله هذه المحرمات كانوا يرتكبوها لذلك في الوقت المفصلي الشيطان استزله استزله يعني أزله من الزلل يعني العثرة ذلك الذنب سبب أنه في الموقع المفصلي يخالف أمر الله وأمر الرسول بمخالفة عظيمة من أكبر الكبائر الفرار من الزحف يعني من الجهاد كيف وفي مخالفة للرسول صلى الله عليه وآله والرسول موجود هسا بعد المخالفة ديناديهم ارجعوا بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم غم الهزيمة وغم مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله لذلك على الإنسان أن يراعي هذه المسألة يعلم أن الذنوب حتى الصغيرة منها هذه الذنوب قد تردي الإنسان الآن أكو بعض الأحيان واحد يتمرض يصير بمرض قد يكون المرض بسيطا بحمية بحبوب عادية يقتلع هذا المرض من نفسه لكن بعض الأحيان الإنسان شنو يتماهل هذا مو مهم هذا التماهل يسبب أن المرض يتجذر حسب تعبيرنا يصير عتيق هذا المرض قديم وبعديا اقتلاعه يكون صعب جدا من رأاني شخصيا في منا وبتليت بالسعال اللي رايحين للحاج يدرون أنه هاي الحالة عادية يكثرت الناس في بقعة صغيرة كم مليون واحد وغازات السيارات فأصبت بسعال خفيف بسعالي شخصين ما هتمت بي لسه هذا خفيف وينتهي وست شهر طول ولحد الآن آثاره موجودة بعد خوالي خمسة عشر سنة بعض الأحيان شيء بسيط إذا الإنسان ما اقتلعه يتجذر ذنب بسيط لكن هذا الذنب البسيط يتجذر فإذا تجذر أحيانا يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الكفر لأنه الذنوب كالسلسلة حلقة تجر حلقة والطاعات كذلك كالسلسلة طاعة تجر طاعة الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف إذا يقول ولقد عفى عنهم إذا ارتكبت ذنب ما يخالف إحنا نعفو عنك لأن الله غفور حليم لكن لازم لا يغترى الإنسان بعفو الله سبحانه وتعالى عفو الله هذا الفضل علينا لكي نصحح لا لكي نتمادى في غينا كثير من الأحيان إحنا لأنه مندري الواقع حسب الآية الشريفة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الإنسان بعض الأحيان يتصور أنه بعض الأشياء لطف من الله سبحانه وتعالى له بعض الأحيان هكذا هو لطف من الله بس بعض الأحيان مو لطف إملاء إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى إذا زاد النعم هذا اللطف منه بس بعض الأحيان نقمة وليس لطفا لذا الإنسان لازم ليغتار مرة مرتين ثلاث مرات كذا ما صار شي الله سبحانه وتعالى لطيف يعني ذو لطف ذو بر بالمؤمنين يمهل يطيف فرصة يصحح مرة مرتين ثلاث مرات لكن الإنسان هم يكون محل قابل يقول واحد من الناس كان يذنب قالوا ليش تذنب قال لأنه احنا بعد شيعة أمير المؤمنين وأمير المؤمنين يشفع لنا قالوا له صحيح أمير المؤمنين يشفع لنا بس أنت ما تستحي من أمير المؤمنين أنه يوم القيامة يجيبوك قدام أمير المؤمنين ويقولون فعل كذا وكذا 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 بعد أن أمير المؤمنين يصير واسطة ويغفر الله ذنوبك وبتستحي من أمير المؤمنين أنت فد واحد إنسان عادي تستحي منه واستحي من أمير المؤمنين حتى لو يشفع لك فإذن الإنسان لازم يكون ملتفت إذا هذا الالتفات حصل الله سبحانه وتعالى يشوف أن هذا العابد إلى قابلية لأن يرفعه الله هم يوفقه التوفيق هم شنو معناه التوفيق يعني الأسباب أحدها يصير وفق الآخر حتى توصل إلى النتيجة وقد الله سبحانه وتعالى يخذل يخذل يعني الله يترك الإنسان ولولا لطف الله الإنسان هالك كل واحد نجى بلطف من الله بس الله حكيم لطفة إذا كان الإنسان مقابل يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الله يتركه يخذله أما إذا الإنسان كان فيه قابلية الله سبحانه وتعالى يوفقه وما توفيقي إلا بالله هذه الكلمة الأولى حول سبب هزيمة المسلمين في الجولة الثانية طبعا كانت هناك جولة ثالثة في غزوة أحد لأن المشركين اكتفوا بمن قتلوا من المسلمين وسمعوا أن الرسول قد قتل قالوا خلاص احنا انتقمنا فرجعوا بعدين تندموا قالوا زي أن نحن لم نقتل محمدا صلى الله عليه وآله وما أسرنا ما نهبنا المدينة فرادوا يرجعون فنزل جبرايل على رسول الله صلى الله عليه وآله أن الذين بهم جراحة فقط مو كلهم مو ذلك لنهزموا الذين بهم جراحة يعني الذين لم ينهزموا هؤلاء يتهيئون للذهاب إلى قتال المشركين وجاء الناس يخوفون هؤلاء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فجاء الرسول إلى حمراء الأسد فلما بلغ الخبر المشركين وكانوا يهمون بالرجوع زين خافوا قالوا أنه ذول الآن في شدة الغيض ويريدون الانتقام ونحن لا نعلم ماذا سيحدث لعلنا ننهزم فرجع المشركون فالجولة الثالثة كانت بصالح المسلمين على كل حال الشاهد أنه علينا أن نحتم بهذا الجانب عد أكو نقطة أخرى وهي الإكثار من العمل الصالح أكو بعض الأحيان الإنسان على ذمته ذنوب أو ارتكب ذنوب وهو غافل يغتاب وهو غافل عن أن هذا الكلام غيبة يتهم وهو غافل عن أن هذه تهمة غافل زين لما هو غافل يمكن ما يستغفر من هذا الذنب ولا يصحح ولا يؤدي حق الناس يبقى الذنب في ذمته أكو طريق آخر هذا من لطف الله سبحانه وتعالى على الإنسان الإكثار من العمل الصالح إن الحسنات يذهبن السيئات أكو حديث شريف هاليوم كنت أشوفه في كتاب الكافي الشريف حديث جدا غريب والكليني رضوان الله تعالى عليه عقد لهذا الحديث بابا باب في حديث واحد الحديث مختصر بس بشكل مختصر أذكره أن المؤمن العابد المؤمن يرتكب ذنب الله سبحانه وتعالى يريد يعاقب هذا المؤمن على ذنبه زين يعاقب بالآخرة أو بالدنيا العقوبة في الدنيا أفضل من العقوبة في الآخرة لأن العقوبة في الدنيا محدودة بس الإنسان إش قدر يريد يعمر سنوات محدودة لكن العقوبة في الآخرة هم مدتها أطول هم ألمها أشد هم فضيحتها أكبر فالله سبحانه وتعالى لأن هذا الإنسان مؤمن يقدر عقوبته في الدنيا وفي أحاديث عدنا إذا الله سبحانه وتعالى عاقب أحدا في الدنيا من المؤمنين طبعا لا يعاقبه في الآخرة لأن الله أكرم من أن يجمع عقوبتين على ذنب هم يعاقب بالدنيا على ذلك الذنب هم يعاقب في الآخرة فإما يعاقبه في الدنيا وإما يعاقبه في الآخرة زين لأن الله يحب هذا العبد المؤمن يقدر له عقوبة في الدنيا زين إذا هذه العقوبة نزلت بهذا الإنسان تسبب مساءته يعني همة وغمة وأيضا بعض أنواع العقوبات فيها ضرر في المال ضرر في النفس مشاكل أمراض وما إلى ذلك ففي جسده وفي نفسه مكروه في جسده أو في ماله ومساء في نفسه فالله سبحانه وتعالى يقدر عقوبته لكن الحديث ما معناه أن الله سبحانه وتعالى يؤجل العقوبة يؤجلها مرات وبعد ذلك يرفع العقوبة يلغيها لماذا؟ يعني الله قدر لكن هذا التقدير بعدين الله سبحانه وتعالى يحصل فيه البداء مثل قوم يونس الله قدر عليهم العذاب لكن كشف عنهم العذاب لما تضرعوا فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين مع أن الله قدر العذاب وأخبر يونس بهذا التقدير ولذلك يونس خرج من المدينة الله سبحانه وتعالى هذا العبد المؤمن الذي ارتكب ذاند قدر له عقوبة دنيوية ويؤجل هذه العقوبة مرات إلى أن يلغيها يحصل فيها البداء لماذا؟ الرواية تقول لكثير نوافله هذا يصلي النوافل بكثرة أسألني احتملت أنه لم يذكر الفرائض لأنه النافلة مواجبة عليه مع أنها مواجبة يؤديها زين العقاب همخوا مواجب على الله لأن الله يتمكن من أن يعفو الوفاء بالوعد واجب أما الوفاء بالوعيد مواجب أنا وعدت شخصا بمال إذا لم أعطيه ذلك المال هذا قبيح لكن إذا وعدت المخالف بالعقاب ثم بعد ذلك أصفح عنه هذا مو قبيح بل قد يكون فضيلة الوفاء بالوعد واجب أما الوفاء بالوعيد ليس بواجب هذا الإنسان يصلي نوافل مواجبة كان يقدر لي يصليها لكن أطاع الله في صلاتها الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يمكن يعذب لأنه يستحق العذاب بسبب مخالفته لكنه مواجب عذابه فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه يبدو له فيرفع عنها العذاب بسبب النوافل الكثيرة كثرة النوافل واللطيف في الحديث يقول الله سبحانه وتعالى يكتب لهذا العبد المؤمن ثواب البلاء مو الله قدر أن يعاقبه زين إذا كانت العقوبة تنزل عليا العقوبة ما بها ثواب يعني إذا واحد خالف مخالفة ثم عوقب على هذا العقاب يستحق ثوابا لا إذا إنسان نزل عليه البلاء لا عقوبة هذا الله يتفضل عليه بالثواب عدنا روايات كثيرة الإنسان المبتلى في جسمه المصاب نزلت عليا مصيبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطيه من الثواب بكثرة بحيث يتمنى الناس لو قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير إذا واحد الله ابتلاه أنزل عليه مصيبة لكن مو عقوبة ابتلاء الله يعوضه بلطفه وكرمه لكن هذا الإنسان المذنب إذا نزلت عليه مصيبة خم ما يستحق التعويض لأنه هذه المصيبة عقوبة ولا ثواب على عقوبة لكن الله سبحانه وتعالى لأنه هذا يصلي النوافل وبكثرة الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب المبتلى البلاء البلاء اللي ما نزل عليه بسبب تلك النوافل فلذا الإنسان أولا المرحلة الأولى في الحديث اللي التائب من الذنب له كذا كذا ثواب والذي لم يذنب أفضل منه المرحلة الثانية إذا أذنب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى اللي ضمن التوبة أنه إذا حقوق الله وحقوق الناس يأديها إذا لم يؤدي حقوق الله وحقوق الناس هذه التوبة مو مقبولة يعني إذا واحد ما صلى صلاة هس يتوب التوبة تقتضي أن يقضي الصلاة إذا ما قضى الصلاة هذه ليست بتوبة إذا واحد ظلم إنسان ابتز أمواله يريد يتوب يرجع الأموال إذا ما رجع الأموال فهذه ليست بتوبة والمرحلة الثالثة الإكثار من العمل الصالح لأنه إحنا ما ندري شنو الذنوب ارتكبناها ونسيناها أو ارتكبناها على حين غفلة أو شنو التقديرات التي الله قدرها لنا قد تكون تلك التقديرات تسوءنا فبالعمل الصالح الله سبحانه وتعالى يزيل تلك الأمور زيان هذا الموضوع الأول شوية هم طول الكلام بنا ننتقل إلى الموضوع الثاني بشكل جدا مختصر بالنسبة إلى حمزة رضوان الله تعالى عليه الشهيد فيه غزوة أحد الذي قتل حمزة هو وحشي وحشي كان عبد لمطعم ابن جبير أو جبير ابن مطعم الآن مو في بالي الاسم الصحيح يمكن مطعم ابن جبير فهذه دفعت له هند أموال لكي يقتل حمزة رضوان الله تعالى عليه وبالفعل في هذه الخبصة من الحرب وحينما انهزم المسلمون من بعيد رمى حمزة بالرمح فقتله ثم بعد ذلك مثل به بأمر هند أم معاوية مثل به التمثيل كان بقطع أصابع اليد والراجل والأنف والأذن الأنف والأذن زين بحيث أنه أخذوا هذه الأعضاء المقطعة مو فقط حمزة طبعا بقية الشهداء كذلك لأنه كان هناك نساء من المشركين فعلوا بالشهداء نفس هذه الفعلة وجعلوا من هذه الأصابع والأعضاء المقطعة قلادة مثل قلادة ويتباهون بأنه فعلوا كذا وكذا فالمسلمون حينما رأوا هذه الحالة طبعا العامة يقولون أن الرسول قال بس هذا مو صحيح وإنما المسلمون قالوا قالوا لئن أضفرنا الله بقريش لنفعلنا بحمزة مقابل حمزة بسبعين واحد منهم هكذا فنزلت الآية الآية أنه عاقبوا بمثل ما عقبتم به الإسلام دين ما بانتقام شخصي وتشفي كذا إلا ضمن الموازين الشرعية زين مرت الأيام والليالي إلى يوم فتح مكة في يوم فتح مكة رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عن الجميع مع أنه الرسول كان يقدر ينتقم منهم أولا هو فاتح والشيء الثاني ذول مجرمين كانوا يعني حتى لو الرسول كان يقتل أبو سفيان وغيره كذا كان معذور لأنه في الحروب فعلوا بالمسلمين ما فعلوا لكن عفى عنهم إلا عن ثمانية هؤلاء جرائمهم كانت كبيرة بحيث أنه ما كانوا يستحقون العافو وأمر بقتلهم ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة لتمهلوهم فذولين هزموا ويسبي تفصيل واحد منهم كان وحشي والآخر هبار الذي رمى زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وكانت حامل رماها برمح الرمح لم يصبها لكنها فزعت خافت فأسقطت ثم بعد ذلك توفيت ماتت زين من الأشخاص الذين أهدر الرسول دمهم كان وحشي وحشي ختل حسب تعبيرنا وكانوا يعرفون أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله الرسول كان جالس هذا فجأة جاء عند الرسول ووقف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله زين عندنا قاعدة الإسلام يجب ما قبله الإسلام يجب يجب يعني يقطع أي واحد أسلم الجرائم اللي ارتكبها قبل الإسلام هذه لا يؤخذ بها لا يؤخذ بها يعني لا يعاقب في الدنيا عليها حدود ما تجري عليها لكن في الآخرة قد يعاقب عليها إذا كان إسلامه إسلام غير صحيح إذا كان منافق الرسول صلى الله عليه وآله قبل إسلامه رفع عنه الحكم القتل لكن قال له غيب وجهك عني ما أشوفك لقات الحمزة بهذه الطريقة البشعة هس قطع النظر عن جانب الرسالة وجانب النبوة حمزة كان صديق الطفولة مع الرسول صلى الله عليه وآله لأن الحمزة أكبر من رسول الله بسنتين فقط أكبر مننا بسنتين فهم بالطفولة إذا جاز التعبير ويلا خكبرانين فقطع النظر عن جانب النبوة والإيمان كذا صداقة هكذا غيب وجهك عني ما أشوفك فراح إلى الطائف أو مكان آخر وهو همكان سكير فمات في الخامر كان يشرب خمر فأنا مرة شرب خمر إلى أن مات بسبب شربه الخامر بعدين فأكذوب نسبه إلى أنه هو اشترك في حروب الردة وقتل مسيلم الكذاب وكذا هذه التبيض صفحة وجهه الرسول هكذا كان يعني حتى قاتل حمزة إذا كان يقتل قصص عادي إذا كان يقتل لأجل التمثيل اللي مثله عادي لكن الرسول صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين يريد الناس يسلمون حس إذا كم منافق هموا إياهم لكن الرحمة تشمل الجميع ولو في الدنيا المنافقين رحمة الرسول صلى الله عليه وآله شملتهم حس في الآخر الرحمة لا تشملهم لأنهم ما لهم قابلية لتلك الرحمة فعلينا جميعا أن نتعذ بهذه القضية سورة آل عمران هذه السورة العظيمة في أخيرها قضية غزوة أحد والله سبحانه وتعالى يبين كثير من الحقائق هذه الحقائق مو خاصة بتلك الغزوة كل واحد واحد مني ومنكم مبتلى بها الناس أصنافهم في غزوة أحد ستة سبعة أصناف مذكورة كل واحد مننا يمكن يكون في هذه الأصناف قسم منهم الذين ثبتوا قسم انهزموا قسم خالفوا الرسول قسم نافقوا قسم كفروا قسم اتبعوا الشيطان كل واحد من عندنا يمكن أن يكون من هذه الأقسام لازم يكون ملتفت وهذا الالتفات لازم دائما يكون مثل السائق السائق الذي يسوق في الطريق هذا ما يكفي أنه ساعة ساعتين يكون ملتفت هذا كل لحظة لازم يكون ملتفت بعض الأحياني صار حادث سير السبب شنو هو غفلة ثانية حياتك مثل سياقة السيارة في طريق وعرة بس مرة طريق وتسترات حسب تعبيرنا قد تكون الغفلة لحظة أو لحظتين متأثر لكن إذا طريق جبلي ومنعطفات خطيرة وكذا لازم الإنسان يكون ملتفت التفات دقيق وحياتنا هكذا كل إنسان حينما يولد يكون شيطان معه وهذا الشيطان إلى أخير حياته موجود ويا غير الشياطين الآخرين الذين أحيانا أيضا يأتون كل لحظة الإنسان لازم يكون ملتفت والامتحان كل لحظة موجود كل لحظة أنت نايم تعبان كذا الساعة ترن وقت صلاة الصبح هذا امتحان بعد ذلك تستيقظ امتحان ثاني تخرج من البيت مثلا تشتري خبوز أو كذا تشوف نساء أجنبيات مثلا أو كذا امتحان آخر ترجع إلى البيت ابنك بنتك كذا مرتكبة مثلا مخالفة أو كذا تصير عصبي امتحان آخر مع زوجتك امتحان آخر مع زوجها امتحان آخر كل لحظة في الحياة امتحان تعلق التلفاز امتحان تفتح للمادر هذه الوسائل التواصل اللي الآن صايرة بعد جدا سهلة بالهواتف كذا امتحان 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 الشيطان موجود الملك أيضا موجود الملك يسدد الإنسان بس الإنسان إذا ملتفت كيد الشيطان ضعيف وإذا ما ملتفت استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين بحوائج مقضية ودعاء مستجاب هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات